الوسط الفني في صدمة كبيرة بعد ما تفاجئ برحيل المخرجة الشابة نوران خلال الساعات القليلة اللي فاتت الجمهور تصدم لوفاة نوران شريف اللي رحلت في صمت وبشكل مفاجئ خلى كل محبيها واصدقائها بالوسط الفني في حالة حزن كبيرة وتصدر اسم المخرجة الراحيلة في الساعات اللي فاتت قائمة الاكتر بحث على موقع فيسبوك مين هي نوران شريف وايه اللي قالوا عنها صحابها في الوسط الفني وايه هي اهم اعمالها واخر كلمات كتبتها قبل وفاتها وعلاقة والدتها ايه بالكلام اللي كتبته كل الاسئلة دي هنجاوب عليها ونوضحها في التقرير اللي معنا اهلا بيكم جات تعليقات اصدقاء المخرجة الراحلة معبر عن الحزن اللي جواهم بسبب رحيل نوران الصادم وكتبوا كلمات نعي بالدموع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وجات التعليقات كالتالي خبر صادم خبر رحيلك يا نوران يا رب اشهد ان نوران كانت خير الناس ومن انقى الارواح وكتب اخر معلقا انا لحد دلوقتي مش مصدق الخبر مشيتي بدري اوي وسبتي وراكي ناس كتير بتحبك يا نوران وفكرينك اسمها بالكامل نوران محسن عبدالجليل شريف اتخرجت من كلية الفيلون التطبيقية جمعت حلوان وشاركت بافلامها في عدد من المهرضانات السينمائية وكان من ضمنها فيلم امن جدا بطولة ثراء جبيل وسلوى محمد علي الراحلة نوران شريف كتبت كلمات قبل وفاتها ووجهت رسالة لولدتها كانت مؤسرة فكتبت عبر حسابها على فيسبوك قائلة بعد ما كبرت عرفت انا قد ايه محظوظة بامي ما كنتش عارفة وانا صغيرة انها مميزة عن معظم الامهات امي اشتغلت بعد تخرجها وحققت منصب هام في الدولة ما عرفتوش الا يوم ما روحت لها زيارة وهناك عرفت حجم منصبها الكبير زرتها بالصدفة في مكان شغلها ولقيت ناس كتير بيرحبوا بيا وودوني مكتبها الخاص وعملوني معاملة مميزة كالطفلة ولم اكن اعلم للدرجة دي هي كانت بتحب شغفها وعملها وتمييزها بي وقالت نوران امي شديدة الذكاء لها قلب تفولي شديد الاخلاص ادرى على الاتقار وشطرة في حل المشاكل وفي انجاز المهام وكانت امي تتعامل مع اخي وانا كأننا كل ما تملكه في الدنيا وتبعت لم اكن طفلة سهلة في التربية وحتى كابنة كبيرة فبزلت امي مجهود محترم لفهمها ومواكبتها ثم احترامها كاحترام مساحتي الشخصية وانا عندي اربع سنين الارج الكبير امي اشترته ليهدية لانها لحظة اني بلعب على البيان وفي الحضانة علشان اتمرن عليه في البيت وجابت لي مدرس موسيقى يعلمني لحد ما اشتكلها اني بنام في الحسة فلم توبخني وحاولت ان تفهم ما اريد فادركت اني احب اللعب على الارج وتابعت كنت نوية ادخل كلية الصيدلة او العلوم لكن غيرت رأيي بعد دراسة علم علوم وقلت لها هدخل كلية الفنون فسألتني اذا كنت متأكدة كان شغلها بعيدة عن الكلية وعن المنزل فهي وانا لا نحتمل المسافات الطويلة لكني اردت هذه الكلية بشدة وبالفعل اول سنة كنت اعيني جدا من الطريق حتى تعودت عليه وظلت على مدار خمسة سنوات تنتهز اي وقت لديها لتوصلني الكلية او تأتي لتوصلني للمنزل اشفاقا علي من ركوب المترو او اي وسيلة مواصلات اخرى حبيت الفن وبدأت ممارسة الفن بشكل واضح وشاركت في معارض للفن الحديث وكنت احضر ورش عمل مع فنانين تعلموا في الخارج وعادوا لينقلوا خبراتهم مع فنانين اجانب يدرسوا هذا النوع من الفنون الحديثة ورغم تعقيد المشهد حرست امي على حضور جميع المعارض وحرست على التكلم معي عن هذا النوع من الفن قبل كل معارض كي يكون لديها المام بما يحدث فتحضر حضور حقيقي وليس شرفيا فقط قرأت امي سيناريو اول فيلم قصير لي وحتى الان هي اهم جمهوري اهتم جدا برأيها في اي عمل جديد واتحمس جدا عندما يعجبها اي عمل من اعمالي وكنت في قمة سعادتي عندما قالت لي مؤخرا انها تحب اسلوبي في الكتابة فشعرت بالفخر ان سيدة في ذكاءها ومكانتها تعجبها كتاباتي واصبح لدي رغبة ان انمي ذلك لانول اعجبها دائما رحم الله المخرجة البارة لبوالدتها نوران شريف اشتركوا في القناة